اعزائي طلبة وطالبة التالتة سنوي اهلا بيكم في قناة فرنش اكاديمي النهاردة هنحلم مع بعض ان شاء الله امتحان السودان الدوري الاول بعد التعديل بعد التعديل يعني فيه بعض التعديلات دخلت على الامتحان ده علشان يناسب مواصفات السنوية العامة المصرية علشان فيه شوية اختلافات بين مواصفات الامتحان عندنا والامتحان في السودان والامتحان ده موجود في كتاب ميرسي يلا بينا نبتدي مع اول وثيقة اقرأ الوثيقة ثم اختاري الاجابة الصحيحة الوثيقة بتاعتنا عنوانها اين تفضلون ان تقضوا اجازة نهاية الاسبوع يعني اقرأ هذه المقتطفات من منتدى مدرسة فيكتور السنوية في مارسيليا يعني فيه عندي تلاميذ من مدرسة فيكتور السنوية جاوبوا على السؤال اللي هو انت بتفضل انك تقضي اجازة الويكيند فين والوثيقة فيها اجابة اربع تلاميذ هما اليكس وشارل وماري ومارتين نشوف اليكس قال ايه كالعادة انا بقضي السبت والحد عند عمي في الريف السبت والحد اللي هما الاجازة بتاعت نهاية الاسبوع عند الفرنسيين عشان اخد الاطر اللي رايح مدينة ليون انا بلعب مع اصحابي في الحقول او في المزرعة مع الحيوانات انا بساعد عمي في زراعة الحقول يبقى اليكس بيقضي الاجازة في الريف نشوف كده شارل شارل بيقول انا بقضي اليومين بتوع نهاية الاسبوع بين البيت والمكتبة جمجوي ادي جو فيديو انا بحب العاب الفيديو اينافيقي سيغ انترنت وياتصفو على الانترنت لا لكتور سي ما باسيون القراءة دي شغافي جادور لي غومان بوليسي انا بعشة الروايات البوليسية لويكند بروشان في نهاية الاسبوع القادم جو في زالي على مير افيك من كوزين جون هروح البحر مع ابن عمي جون الفي تخي بيان دي لاناتاسيون هو يمارس السباحة جيدا كده عرفنا شرل بيعمل ايه في نهاية الاسبوع نشوف ماري ماري بتقول اللي هي يعني رياضة ركوب الدراجات الجبلية يعني هي دي الهواية بتاعت ماري انا بشارك في سباقات الدراجات في النادي وبحصل دايما على الجائزة انا بمارس تسلق الجبال مع الاصحاب ولكن ده بيكون في الصيف بس يبقى كده عرفنا ماري بتعمل ايه في اجازة نهاية الاسبوع نشوف مارتين مارتين بتقول موار خلال اجازة نهاية الاسبوع بحب روح المدينة في عربية مع اصحابي واتسوق نشوف الاسئلة بقى على الوثيقة السؤال الاول هؤلاء الشباب يصفون ايه مدارسهم اجازة نهاية الاسبوع بتاعتهم ولا ليك اختي الاحياء السكنية بتاعتهم طبعا هم ما كانوا بيوصفوا السؤال الثاني مارتين كانت بتقضي اليومين بتوع الاجازة بتوعها على كومباني في الريف ولا على ميق في البحر ولا على بيبليوتك في المكتبة ولا اونفيل في المدينة طبعا مارتين في نهاية الاسبوع كانت بتروح مع اصحابها في عربية تتسوق في المدينة يبقى نميرو دي اونفيل السؤال نميرو تغوى تلاتة ماري كانت بتحب ايه تتسوق ولا تلعب مع الحيوانات ولا تمارس رياضة ركوب الدراجات ولا تقرأ قصص بوليسية طبعا ماري كانت هويتها ركوب الدراجات الجبلية يبقى نميرو سي فيغ ديو فيلو السؤال اللي بعدين نميرو كاتر كالكس كان بيروح عند عمه كل صيف ولا شاك ويكيند كل نهاية اسبوع ولا شاك جو كل يوم ولا شاك لوندي كل يوم اتنين طبعا ماري كان بيقول ان هو بيروح يوم استبته الحد عند عمه يبقى شاك ويكيند نميرو بيه السؤال نميرو سانك طبعا هو كان بيقول لنا بصح بدري عشان اروح القطر اللي رايح مدينة ليون يبقى نميرو سي السؤال نميرو سي شارل كان بيمارس السباحة مع مين طبعا هو كان بيقول ان مع ابن عمه جون يبقى نميرو ا كده خلصنا الوثيقة الاولى نشوف الوثيقة التانية الوثيقة بتاعتنا عبارة عن خطاب مرسل من ليو لكن مش محدد هو مرسل لمين ليو بيقول ساليو مرحبا اوجوردوي سيفون تغدي النهار دا يوم القمع جوفي لزاشات دي لاس يومان انا بعمل مشتروات الاسبوع على بلاس ديوما مير بدلا من امي بارسيكالي ملات عشان هي مريضة جوفي لبس ايجو ديسان على غير ديسان تورفيل انا اخدت الوثيقة ونزلت في محطة وسط البلد جوفي على بسخي انا رحت محلل بقالة بوغشتي دو فخماج دو ياورت اي دو زوف علشان اشتري جبنة وزبادي وبيض جوفي على بوشغي انا عديت على محل القزارة بوغشتي دو لفياند علشان اشتري لحمة بعد ذلك جوفي على بوصنغي انا رحت محلل اسماك بوغشتي دو بتي بوصن بوغنوط خشا علشان اشتري سمك صغير للقط بتاعنا ابخي بعد ذلك جوفي على فارماسي انا رحت الصيدلية بوغشتي دو ميديكامون دو من غوران بيغ علشان اشتري الدواء بتاع جدي بوي ثم جوفي شو من انكل بيغ انا رحت عند عمي بيغ بوغشتي دي بانانا اي دي زرانج علشان اشتري موز وبرتقين انفا واخيرا جوفي عن تاكسي بوغنتري على ميزان انا اخدت تاكسي علشان ارجع البيت ابلوس ليو الى اللقاء ليو نشوف الاسئلة اللي على الوثيقة سؤال نميرو سات سبعة سوفون دوغدي ليو في لزاشا نوات يوم القمعدة ليو عمل المشتروات دي مع مين افيك سامير مع ممتو ولا افيك سون انكل ولا افيك سون جران بير ولا سول طبعا هو راح لوحده وعمل المشتروات لوحده يبقى نميرو دي هي اللي صح سول بمفرده يبقى سوفون دوغدي ليو في لزاشا سول السؤال نميرو ويت ليو اشد بخدويلة يه ليو اشترى منتجات البان على فارماسي من الصيدلية ولا على بواسونغي من محل الاسماك ولا اومارشي من السوق ولا من محل البقالة طبعا هو اشتراها من عند البقال يبقى نميرو دي من محل البقالة السؤال نميرو نوف تسعة لانكل بيير ايه نقط العم بيير يكون نقط بوشي جزار ولا فارماسيان صيدالي ولا باقع فواكه ولا بواسونية باقع اسماك ليو كان بيشتري من عنده موز وبرتقان يبقى هو باقع فواكه نميرو سي باقع فواكه السؤال نميرو ديس عشرة ليو اشترى دي بواسون بور نقط ليو كان بيشتري السمك علشان مين طبعا هو كان بيشتري السمك علشان القط يبقى نميرو ا السؤال نميرو اونز ليو رجع البيت ازاي طبعا هو رجع في تاكسي لان هو راح في اوتوبيس ورجع في تاكسي يبقى نميرو دي السؤال نميرو دوز اتناشر قبل ما يعدي على الجزار ليو مر على ايه باقع لا بواسون غي بمحل الاسماك ولا شي سونون كل بياغ بعمو بيار ولا باقع لا فاغمسي بالصيدلية ولا شي لي بسي عند البقال طبعا هو راح عند البقال الاول قبل ما يروح عند الجزار راح يشتري الجبنة والزبادي والبيدي بقى نميرو دي كده خلصنا اسئلة الواثقتين ودلوقتي مع اسئلة الموقف اختر الاجابة الصحيحة لكل موقف السؤال نميرو دخيز تلاتتاشر انت عايز تشرب هتقول ايه لممتك هتقول لها جيفا انا جعان ولا جيبور انا خايف ولا جيفوغوا انا بردان ولا جيسواف انا عطشان طبعا هتقول لها جيسواف نميرو دي السؤال نميرو كتارز اربعتاشر انت مش في الفورمة يعني انت مش كويس هتقول ايه هتقول جو في تخي بيان انا كويس جدا ولا جيسواف انا في صحة جيدة ولا جي مال على تات انا عندي صداع ولا جي نفي با مال انا مفيش عندي قلم اكيد هتقول انا عندي صداع نميرو سي جي مال على تات السؤال نميرو كنز خمستاشر صديقك بيسألك انت بتحتاج الى ايه علشان تمارس تسلق الجبال كسكو فو ديت انت هتقول ايه هتقول ان كورد حبل ولا اين بال كورة صغيرة ولا اين بيسيكلات دراجة ولا اين غاكات مضرب عشان نمارس التسلق بنحتاج لحبل نميرو ا اين كارد السؤال نميرو سيز ستاشر كسكو ديت انت بتسأل الباقي عن ثمن التفاح هو هيقول لك ايه هيقول لك التفاح لذيذ ولا ده 28 جنيه مصري ولا التفاح احمر ولا انا بحب التفاح طبعا هيقول لك هو 28 جنيه يبقى نميرو بي سا كوت 20 ليفغي ايجبسيان السؤال نميرو دي السات سبعتاشر كسكو فو ديت انت بتقترح على صديقك الخروج انت هتقوله ايه سا فو دي دال لي او كلوب ايه رأيك نروحي النادي ولا كمان فاتو ازاي حالك ولا او فاتو انت رايح فين ولا فايزون لي ديفوار طبعا انت بتقوله يلا نخرج يبقى هتقوله ايه رأيك نروحي النادي نميرو ا سا فو دي دال لي او كلوب السؤال نميرو دي 18 انت بتسأل صديقك عن رأيه في لعبة التنس كسكو فو ديت هتقوله ايه هتقوله كمانتو تخوف لتنس ايه رأيك في التنس ولا اوتيوب خاتيك لتنس انت بتمارس التنس فين ولا انت بتمارس التنس امتا ولا انت محتاج الى ايه علشان تلعب تنس انت عايز تسأله عن رأيه يبقى هتقوله كمانتو تخوف لتنس نميرو ا السؤال نميرو 19 19 كسكو فو ديت انت في قسم المنتجات البحرية هتقول ايه هتقول أنا عايز فراخ ولا أنا عايز جبنة ولا جو فدري دي طومات أنا عايز تماطم ولا جو فدري دي كروفت أنا عايز جنبري طبعا أنا عايز جنبري لان في قسم المنتجات البحرية يبقى نميرو D جو فدري دي كروفت السؤال نميرو 20 20 لغرصون يو دي ماند كالبواصون يو بريفري كسكو فو ديت لغرصون بيسألك انت بتفضل مشروب ايه هتقولو ايه هتقولو دي لaviاند لحما ولا دي جس درانج عصير بورتوين ولا دي پواصن سمك ولا دي دي سير تحليا المشروب هنا هو عصير البورتوين نميرو B دي جس درانج السؤال نميرو 21 21 كسكو فو ديت انت بتقول رأيك عن الريف هتقول ايه هتقول ميكوبان فيفا لا كمباني ولا دا عمي بيعيشوا في الريف ولا سيفريمون مانيفيك هو فعلا جميل ولا احنا بنروح الريف في الاجازة ولا المدينة دي مملة طبعا انا بقول رأيي يبقى هقول سيفريمون مانيفيك هو فعلا جميل نميرو B السؤال نميرو 22 22 كسكو فو ديت انت بترفض دعوة صديقك للذهاب الى الاستاد هتقوله ايه هتقوله انا هاجب كل سرور ولا جو في استاد افيك تواء انا هاجل الاستاد معاك ولا ديزولي جي دو فواء آسف عندي واجبات ولا بكل سرور طبعا انا هرفو دي بقى هقوله ديزولي جي دو فواء نميرو C السؤال نميرو 23 نميرو A انت بتسأل صديقك هو بيروح المدرسة الساعة كام هو هيقولك ايه هيقولك عشان اتعلم ولا مع اصحابي تقريبا الساعة 8 طبعا هيقولك تقريبا الساعة 8 نميرو D كده خلصنا اسئلة المواقف ودلوقتي مع اسئلة الجرامير اختر الاجابة الصحيحة طبعا هم 16 سؤال اول سؤال فيهم خمسة وعشرين نقاط اديني عصير من فضلك احط ما كان النقاط ولا دوني ولا دون ولا دون انا بقول يبقى اكيد حدا بتكلم معاه بشكل رسمي يعني حد علاقة بي مش قوية يبقى هختار تصريف الفيغ بمعه يبقى سؤال نميرو 26 ستة وعشرين أنا هكلمهم هذا المساء احط مكان النقاط لي ولا اجراك ولا لوي ولا لير انا عايز احط مكان النقاط ضمير مفعول اشوف الاسم اللي انا هشيله واستبدله بضمير مفعول الاقي كلمة مي باغون وده اسم جامع طيب هستبدله بضمير مفعول مباشر ولا بضمير مفعول غير مباشر ابص على الفعل عشان اعرف الاقي فيغب تليفوني وده من افعال التواصل اللي بيجي بعديه حرف الجرر ا يعني المفروض ان انا بقول يبقى ضمير المفعول الغير مباشر اللي هيحل محل كلمة مي باغون هو نميرو د يبقى جو فيل يوك تليفوني سو سواء السؤال نميرو 26 سبع وعشرين نقاط انتخنر اي سامبا يعني المدرب بتاعي لطيف احط مكان النقاط مو ولا ما ولا مي ولا نو كلمة انتخنر كلمة مفرد مذكر يبقى المفروض ان انا اختار نميرو ا يبقى من انتخنر اي سامبا سؤال نميرو 28 تمانية وعشرين مو كوبان نمبا نقاط جو دو يعني صديقي مش بيحب الجو دو احط مكان النقاط دو ولا دو ولا لو ولا او طبعا احنا عارفين ان فيغ بقيمة من افعال الميول وافعال الميول بيجي بعديها الاسم مسبوق باداة التعريف طيب في حالة النفي ممكن حد يتخدع ويقول لا ده انا ممكن اغير اداة التعريف واخليها دو زي اداة النكرة لكن هنا ما نتخدعش لان افعال الميول حتى في النفي بيجي بعديها الاسم مسبوق باداة التعريف يبقى الاجابة نميرو سي يبقى السؤال ميغو 29 أنا مش معايا ايه في الشنطة احط مكان النقط غياء يعني شيء ولا بخسون شخص ولا جامي ابدا ولا بكو كثيرا طبعا الإجابة المناسبة ان انا مش معايا حاجة في الشنطة او مش معايا شيء يبقى ميغو A غياء السؤال ميغو 30 أختي راحت عندي صديقتها وي أيوة هي راحت عندها احط مكان النقط ولا لا ولا لوي ولا إجريك انا عايز احط مكان النقط ضمير مفعول يبقى هعمل ايه هبص على الاسم اللي انا هستبدله بضمير مفعول الاقي كلمة وهي مسبوقة بحرف الجر وحرف الجر شيء وبعدي اسم عاقل بيعتبروا مكان بيدلوا على المكان يبقى هاشلهم وحط مكانهم ضمير المفعول اجريك نميغو دي يبقى ويه ألي فا السؤال نميغو 30 أ واحد وثلاثين انتو مش بتمرسهم رياضة نقط نوفي زنديو ركبي لأ احنا بنمارس الركبي احط مكان النقط نو ولا وي ولا سي ولا با انا عندي السؤال منفي والسؤال المنفي ايما بجاوب بنو يا ايما بجاوب بسي سي لو انا هقوله لأ يعني بلى لو انا بنفي النفي وانا بنفي النفي لان هو بيقوله انتم مش بتلعبوا رياضة بقوله لأ دا احنا بنلعب رياضة بنلعب ركبي يبقى هاختار نميغو سي يبقى سي سي نوفي زنديو ركبي السؤال نميغو 32 32 هي خرجت مع الكلب بتاعها منذ خمس دقائق احط مكان النقاط الجملة دي في زمن الماضي القريب كلمة يعني منذو اليا هنا معناها منذو منذو خمس دقائق يبقى الفعل بيدل على ماضي بس ماضي قريب لسه حاصل دلوقتي والماضي القريب بيتكون من زائد دو وبعديهم المصدر عند المصدر بصوق تير يبقى هاختار نميغو ا يبقى السؤال نميغو 33 يعني بابا يوممتي قدو الصهرة في السينما امبارح احط مكان النقاط ولا افا ولا صن ولا او قبل ما نختار لازم نبص على الجملة كويس ونشوف هي في زمن ايه الاقي كلمة ايير يعني امبارح يبقى كده الجملة في زمن الماضي وعندي اسم المفعول من يبقى الجملة دي هتكون في يعني المفروض ان انا هاختار المساعد ادخة او افوا مع اسم المفعول اللي موجود عندي طيب فيغ بباسي بياخد المساعد ادخ ولا المساعد افوا يعني هاختار صن ولا اون فيغ بباسي لو كان بمعنى يمر بياخد المساعد ادخ ولو كان بمعنى يقضي بياخد المساعد افوا وهو هنا في الجملة معناه يقضي هم قدوا الصهرة في السينما يبقى هاختار المساعد افوا نميغو دي يبقى ايير السؤال نماغو 34 34 إحنا هنشتري منه 2 كيلو أحط مكان النقاط أجريك ولا أون ولا لي ولا لور أنا عايز أختار ضمير مفعول من دول هشوف الاسم اللي أنا هشيله واستبدله بضمير مفعول ألاقي كلمة بناناز وهو مسبوء بأداة تجزئة وأي مفعول بيه مسبوء بأداة تجزئة بشيله واستبدله بالضمير أ يبقى ويه نو زون عشتون 2 كيلو إحنا هنشتري منه 2 كيلو السؤال نماغو 35 35 الأسبوع القادم أليكس وأخوه هايزورو بورج إيفل أحط مكان النقاط فان ولا اللون ولا فا ولا صون الجملة بتاعتنا في زمن المستقبل القريب عشان كلمة لس يومان بخوشان دي بتدل على المستقبل والمستقبل القريب يتكون من زائد المصدر يبقى هحط مكان النقاط متصرف معاقيل للجمع السؤال نماغو 36 36 نقاط سبوك بغيفغي أحط مكان النقاط كال ولا كال ولا كال ولا كال السؤال معناه أي الرياضات أنت تفضل كلمة سبوك كلمة جامعة مذكر يبقى هاختار كلمة كال تكون لجامعة المذكر تبقى نماغو السؤال نماغو 37 سبعة وثلاثين أنا بشارك في تجهيزات الحفلة أحط مكان النقاط أو ولا آلا ولا آلا ولا آلا أو أو كلمة بغيفغي كلمة مفرد مؤنس يبقى الإجابة هتكون نماغو ب يبقى السؤال نماغو 38 38 أحط مكان النقاط أم بو دو ولا موان كو ولا موان دو الجملة معناها سارة بتاكل فكها أقل من أختها وانا عندي هنا كلمة فغوي اسم يبقى احنا في مقارنة الأسماء في مقارنة الأسماء بجيب كلمة موان دو أو بلو دو أو أطان دو وبعدين الاسم وبعدين كو يبقى هنا الإجابة المناسبة عندي موان دو نماغو دي يبقى سارة مان جموان دو فغوي كيو ساسر السؤال نماغو 39 39 نوف وياجون نقاط لفواتيور دو مون بير احنا بنسافر بعربية بابانا أحط مكان النقاط أو ولا دون ولا آ ولا أون كلمة فواتيور من وسائل المواصلات اللي بييجي معاها حرف الجر وون عشان بركب بداخلها لكن طالما عندي أداة تعريف لفواتيور يبقى ما ينفعش يا إما هقول بار لو كانت موجودة في الاختيارات أو يبقى نماغو بي هي اللي صح السؤال نماغو 40 40 أنا بنصحك إنك تاكل كمية كافية من الفواكه أحط مكان النقاط دي ولا دو ولا دو ولا دولار طبعا لو بصينا في الجملة هنلاقي كلمة فغوي كلمة جمع لكن طبعا لو اخترنا دي هيكون غلطي بقى ما نتسرعش ونستنى شوية ونبص في الجملة كويس هنلاقي عندي كلمة السي السي ده من الظروف تدل على الكمية زي بوكو وزي أمبو لما بقول بوكو دو وبعضيها اسم جمع وأمبو دو وبعضيها برضو اسم جمع نفس الحكاية السي دو نماغو سي يبقى هجوتو كونسي دو منجي السي دو فغوي دا كان آخر سؤال معنا في امتحان السودان 2021 وبرحب بكل أسئلتكم واستفسراتكم في الكومنتات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر